كل الصول الممكنة باتت تستخدم لمحاصرة فانزولا بعد الإقلابات الفاشلة على حكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومحاولات إحداث الفوضى الداخلية في البلاد تلجأ المعارضة الفانزولية المدعومة من واشنطن إلى محاصرتها إعلاميا النائب في البرلمان الفانزولي والذي أعلن نفسه سابقا رئيسا لفانزولا خوان جويدو هدد مباشرة بإخراج إشارة قناة التلسير اللاتينية عن الهواء قائلا في سلسلة تغريدات على تويتر إن تلسير استخدمت منذ انطلاقتها لتعزيز زعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية ونشر الكذب بشأن فانزولا والدفاع عن ديكتاتورية مادورو مشيرا إلى أنه قرر أن يبدأ عملية إعادة تنظيم تلسير وأنشأ لجنة رئاسية لإعادة هيكلة القناة ووضعها في خدمة الحقيقة على حد تعبيره رئيسة قناة تلسير المتعددة الجنسيات باتريسيا فييغاس ردت بقوة على تهديدات جويدو قائلة إن النائب يتحدث عن ما لا يعرفه ولا يفهمه بوضوح صوره على الحدود مع المافيات والعصابات المسلحة وقفزه فوق السياج والأبواب يكفي أما نحن فنواصل جويدو وإن كان لا يملك القدرة التنفيذية على إقاف بث تلسير إلا أن مجموعاته تعمل على التكثيف من هجماتها على صحفي ومراسلي تلسير وصولا إلى التعرض لهم جسديا ومن أبرزهم المراسلة مادلان جارسية وهو ما يسقط أي ادعاءات لجويدو بحماية الحريات والحقوق على إثر ذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات تضامنية واسعة مع تلسير ضد تهديدات جويدو مثل عاش التلسير أنا أيضا تلسير في وقت غرد فيه رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية ديوستادو كابيلو قائلا إن أولئك الذين لم يبنوا أي شيء لهذا الوطن يريدون اليوم تدميره ولن يتمكنوا من ذلك